موسيقى موسيقى اهلا وسهلا فيكن اعزائي المشاهدين اليوم حلقتنا ستكون عن الوسائل المساعدة اللي بيوصفها الارغو تيرابي هاي جينان هاي كيفيك بالبداية بديك تقليلنا تعريف بسيط عن الوسائل المساعدة نحن حكينا انه وسائل المساعدة بس بعد ما عرفنا شو هي هن الأدوات اللي بتنوصف أو بيستعملها لشخص اللي عنده احتياجات خاصة لحتى يكون عم تساعده يكون مستقل أو عم تحميه بمطارحة معينة يعني لا يقدر حتى يقدر يعمل وظائفه بشكل مستقل بحياته اليومية طيب جينان على اي اساس انتو بتوصفو او بتعطو المريض وسائل المساعدة يعني كل حالة بحالتها اكيد نحن من بعد ما نكون عملنا كل شي يعني من بعد ما شفنا المريض خلينا نتوقف بعض السور هون شو عم نشوف جينان اوكي هون عندك فيه الصحن صحن اللي هو حفته عالية يمكن يكون شخص ايده بترجف او شي فبيضطر يهدى الاكل بمطرحة يعليه اوكي مثلا هيدا يمكن الشخص ما عنده مسكة مضبوطة فبيلفه حول ايده بيمسك هيك او اذا بتشوف الملعة اللي على جانب كمان مسكتها اكبر من العادة هيدا ممكن تكون للمسنين او مش ضروري بس للمسنين حيالا حدا عنده مشكلة بالمسكة اوكي هون شو عم نشوف هيدا حمام ادبته يعني فيه عندك البار المسكات اللي على الجنب اللي بيتنزله حتى اذا حدا ما بيقدر يقوم لحاله بالطريه يتهده فيه عندك الكرس الحمام اللي هو الواحد اذا ما بيقدر دايما ضل واقف فبيقعد عليه وبيصير يتحمم طبعا في وسائل تانية فيه عندك مثلا المريه الكينات محنية فهي اذا حدا على كرسة متحرك فعجين يقدر يشوف حاله اوكي خليها انتا الى صورة تانية هيدا اذا واحدة ما بتقدر توطي او شي فلا تلبس الكولون او الكلسات او الفنطلون بتحطه اوكي اوكي وبس بتعليها هيك بتصير قريب منها وترفعه اوكي وهون هيدا هيدا هاي كرسة متحرك للشخص اللي ما عم يقدر يمشي او يتنقل اوكي وهون اش هم نشوه هون اذا حدا ما صار عنه بده يكتب بس صار عنده مشكلة بهيدا المسكة عوضة القلم مثل ما ديجا حكينا بحلقة سابقة عن الصعوبات التعلمية صح يجبنا سيرة القلم هاي دي واحدة من هالوسائل اللي موجودة هي ان في عدة اشكال وكل شكل بيكون حسب الحاجة حسب اللوان المشكلة هاي دي بترفع المريض يعني انتي مثلا اذا شخص عندك شخص مريض بالبات وما بيقدر يتحرك لحالك تحتاج يترفعي فكمان ما منا ننسى انه اللي حوالاه هيقصوا ظهرهم يعني اذا امه بالبات او حسب مين بيساعده بالبات على المدى الطويل بده بيقزي حاله فهي بتساعده انه تحميه من ناحية لانه بيكون عام ينحمل بطريقة مزبوطة وبتحمي الشخص اللي عم يساعده اوكي هاي دي الصورة كمان ارجان على الاكل الاكل في هاي دي الملع هاي بتكون عام طعمه بتقرب له الاكل اه اوكي اوكي بيساعده انه يعوده عن شي فقده للشخص يعني اذا هو فقد قدرة معينة لا يقدر يرجع لا استقلاليته بطريقة بطريقة بدون ما يحتاج حدا بس بذات الوقت انه يكون عم يقدر يعمل كل شي لحاله وغيره عادة عن هيك ممكن تكون وسائل لتحميه يعني ممكن تحميه من عقر مثلا مثل الفرشات الهوى وغيره ممكن تحميه ممكن اشياء بتحميه مثلا يصحط او او اي شي تاني ممكن تكون على فترة مؤقتة مثل الشخص اللي هو مثلا حاليا ما عم يمشي بس ممكن بعدين يرجع يقدر يمشي مثل الكرسي المتحرك اللي شفنا كمان ممكن يكون عادة دايما او مؤقتة عرفته يعني ممكن دايما يكون عم يستعمله او لا مؤقتة لان هو هاي دي الفترة بس مش لسببا معي مش قادر يمشي او مثلا ممكن الشخص اللي العصاية اللي هو الشخص مثلا ممكن يكون عم بقدر يمشي بس بحاجة لشي يساعد ويستندع له اوكي طب جيناعن هول الادوات وهول الكل اللي شفناه هون موجودين كلهم بلبنان هلا في اشي موجودة بلبنان في مؤسسات بتروح بتشتريه منن او او اذا كان في معالج اشي غالي وفي مين بيقدر يصنع حده او شي ممكن يعطيه شو بده وحدا يعملو هنح طبعا حسب شو الاشياء يعني اكيد يعني في اشي بتنعمل بيقدر بيقدر كل العنا بتقدر تشتريه يعني الاسعار كيف تقريبا هلا في اشي غاليه وفي اشي رخيصه حسب شو هي الادات اللي عم يستعملها لان هنه سبيسيال يعني سعر ولانه مشكل شي بتغطيه الوزاره ولانه كمان هنحنا فينا نستغني يعني فيني انا اعطي الشخص او او اصنع شي تاني يعود له عن يعود ان هو يروح يشتري احسن ما هو يروح يشتريها لانه نحنا كيف من نقع هايد الوسيلة عن غيره او نحنا منكون من بعد ما يكون عملنا البلونات اللازمة عملنا تقرير تقرير التشخيص اللازم مع الشخص شفنا شوان عنده صعوبات وان عنده قدرات شفنا قديه هو ممكن يتحسن قديه هو بحاجة لهيدا هول القصص على هيدا الاساس من نقع وعادعا هيك هو شو بيشتغل هو شو اهتماماته يعني انا ازا وصلا هو ما بيستعمل الالم بحياته ولا بيكتب ولا بيمضي جيت انا وصف طلو التكنيك عشان الالم لا يكون دفعته على الفاضي وما عم يحتاجه هلا حسب حاجته هلا انت طبع عطيت مثلا لوضح الفكرة ايلا اكيد فحسب الحاجة نعطي التكنيك طيب جينان هول الادوات الوسائل المساعدة لكل الاعمار موجودة ايه اكيد كيف بتتعامله مع كل عمره بعمره اكيد هو كل عمر حسب شو مشكلته وحسب لشو يعني مثلا ولد بحاجة للمدرسة يمكن هو يكون مثلا شخص ابدا ما عنده هيدا البريزة يمكن ما بيقدر يمسك الالم مضبوط بيكتب يمكن لا يكون عنده مشاكل ذهنية او مشاكل تانية مثلا يكون في عنده مشاكل ما بتسمح له انه يعرف يكتب عورقة بس بيقدر يعمل فمسلا ما نعودها مننصح بكمبيوتر او كمبيوتر يكون مجهز حسب الشخص وصعوبته اذا عنده صعوبة حركية او اذا عنده صعوبة ذهنية بيكون في مثل لوجيسيال مخصص له في الصغار كتير ممكن يكون مثلا عم نوصف هون اكتر اشياء للبوزيسيونمان يكون قاعد مضبوط الولد اكتر من مقصصي مثل ما عم نحكي عند الولاد التانيين الاكبر عمرا او القبار هلا الادولت القبار القبار مش المسنين الاقل مثلا ممكن للشغل رجال ونساء رجال ونساء اكيد ممكن للشغل يكون بحاجة لوسيلة لان هو بيحتاج شيء يعود له عن قدرة معينة عم بحاجة الى يشتغل او ممكن النساء اذا كانوا حوامل عسيرة الحلقة الماضية فهن ببطلوا يقدروا يبطلوا 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 ينحنوا يجيبوا اشياء ممكن يستعملوا وسائل مساعدة تعودلهم عن هيد القصص مؤقتا او ممكن يعني بكل بساطة اللي كنا عم نحكي فيه عن عامل النظافة الملقط اللي ايده طويلة فيها تستعملها كبير بالبيت طبعا طيب جينا حكينا عنهم كل هول الوسائل بس ما حكينا اذا ممكن يكونوا بالسانتر اذا ما بدون يشترون العالم بالسانتر او بالبيت يعني كيف بتصير التعامل بخصوص انه اذا بدون نروح لعندكن على السانتر حتى يتعلجوا من كام عينة عندهم اياها اذا ما عندهم هول الوسائل بالبيت اوكي كيف بيتعاملوا بالبيت هلا هو الوسيلة دايما انه بدأ تنجاب حسب هو كيف يعوزها اذا هو بعوزها بالبيت متر يجيبها للبيت يعني يعني شيء ام ابا بده متر يجيبها اذا هو حابب يكون الا اذا طبعا انه هو بيتعالج على مدى بعيد فهون ما منوصفه بس في حال انه متر بي حاجة الى بده يجيبها او نحنا منحاول نلاقي بديل يعني عندنا انه شيء ما يدطر يشتريها هي يمكن يا اما شيء انصنع او شيء موجود عنده بالبيت معدله لحتى يقدر يكون عم يكون مستقال بدون ما يجيبها يعني هي بحد زادة يشتريها هلا بتروحوا لعنده على البيت بتشوفوا شو ناقصه بشو بلا شو بحاجة هلا هو هاك المفروض اكيد اكيد هاك المفروض او اذا كنا هو داخلي مثلا بسنتر داخلي فممكن يكون عم نشوفه نحنا وان عم يكون في مشاكل بديهيات دغري منعرف وان في وان الصعوبات اللي عم يواجهها وانشوف هو شو بيعمل شو اهتماماته وشو اشغاله شو بيحتاج ليشتغل يعني شو القدرات اللي بيعوزها على هيدا الاساس منها بمفروض يكون نحنا نعلم عليها يعني هي مش بسهولة اذا اعطيتها لها التكنيك ممكن مدار يعرف يشتغل عليها بيحتاج يتعلم بالاول حتى يقدر يستعملها ويصير مستقل فيها اوكي انا بدأ اشكرك جنان مثل العادة دايما بتعطينا معلومات حلوة واكيد بتفيد المشاهدين انا بشوفكم اعزائي المشاهدين بحلقة جديدة نقلرات تابعونا دايما على مريم تيفي الى اللقاء اشتركوا في القناة